حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في هذا اللقاء الثالث عشر من سلسلة تحفيظ القرآن طبعا أنا لا أصل لمرتبة محفظ أو معلم أنا فقط أوصل لكم تجربتي تجربة متواضعة أكرمني الله بها حفظت بها القرآن ولاحظت أن هذه الطريقة من الصعب أن تنسى السورة تحفظها مرة واحدة وسنوات لا تنساها فاكتشفت أن الاستماع الكثيف والكثير للقرآن مع الخشوع والتدبر هو مفتاح الحفظ السهل وعدم النسيان في المستقبل لأن كثير مننا أيها الأحبة يعاني من مشكلة النسيان يحفظ ثم ينسى يحفظ ثم ينسى طيب ما هو الحل مغظم الذين يحفظون القرآن لا يلتفتون لتدبر القرآن يعني يكون همه الحفظ يذهب إلى شيخه يحب أن ينجز يقول لك أنا حفظت القرآن في سنتين أو في سنة أو في ستة أشهر أو كذا يعني وهذا ليس مطلوبا النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن في 23 سنة دعونا نتعلم من هذا الحبيب أيها الأحبة النبي بقي القرآن ينزل عليه من أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق التي نزلت في السنة الأولى للبعثة بقي القرآن يتنزل مدة 23 سنة حتى نزلت آخر آية وهي قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إذن عندما استمعت كثيرا كثيرا للقرآن يعني مثال سورة البقرة مدتها تقريبا ساعة ونصف إلى ساعتين كقرآن مرتل أنت إذا لمت ست ساعات وتركت الموبايل يعمل على هذه السورة فأنت تستمع لها ثلاث مرات كل يوم هذا فقط إذا استمعت لها أثناء النوم خلال شهر ثلاثين يوم أضرب بثلاثة تسعين مرة وسورة البقرة سورة طويلة جدا تخيل أن معلومة تدخل إلى دماغك تسعين مرة طيب ماذا يحدث لو كان لدينا سورة صغيرة مثلا مدتها عشر دقائق مثل صورة ياسين وبقيت تستمع إليها أثناء النوم وفي النهار وأثناء ركوبك في السيارة أثناء ذهابك للعمل في كل أي مناسبة تجد فيها مناسبة معينة ووقت معين تستمع سوف تستمع لهذه السورة آلاف المرات بدون أن تشعر طيب ما الذي يحدث؟ خلايا دماغك ستبرمج بناء على هذه السورة الكريمة وبناء على المعلومات التي فيها ولكن بشرطنا أنك كلما استمعت لهذه الآيات ينبغي أن تفكر وتحلل وتتعمق كل مرة يجب أن تكتشف معنا جديدا وهناك فكرة أيها الأحبة أنا يعني جربتها ربما الكثير لا يتفق معي ولكن هذه تجربتي أن الله يمكن أن يعلمك من دون معلم ومن دون أن تقرأ الكتب فقط ببركة القرآن والإخلاص يعني أنا لم أكن أقرأ في التفاسير كثيرا أو أتعمق في هذه المواضيع كنت فقط أستمع وأفكر أشاغل عقلي وهذا الأمر أيها الأحبة يعني مارسه نبي عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء الخضر عليه السلام قال الله في حقه وعلمناه من لدنا علما لم يكن لديه معلم ولا حتى كتب يقرأها علم يقذفه الله في قلب العبد يجب أن تقتنع بهذا الأمر لا تتكل أو تعتمد دائما تقول أنا يجب أن أذهب إلى الشيخ والشيخ إذا غير موجود تركت الحفظ أو إذا تعذر الذهاب إلى المسجد لأحفظ القرآن تركت الحفظ لا توجه بنية خالصة للخالق عز وجل وقل له يا رب أنا أريد أن أحفظ كتابك يعني أنت أمرتني وقلت أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يا رب أنا أريد أن لا يكون قلبي مقفلا أمام كلامك العظيم أريد أن أضع كلامك في قلبي وفي صدري أريد أن يكون هذا الكلام نورا لي في الدنيا وفي القبر ويوم لقائك تتوجه بإخلاص وانظر كيف يقذف الله في قلبك نور العلم الذي لا يمكن أن تقرأه لا في كتب ولا تأخذه من أي شخص آخر طبعا أيها الأحبة اليوم أنا دعوني فقط أتأمل خلق النبي صلى الله عليه وسلم سئلت سيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسوله ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن ثلاث كلمات كان خلقه القرآن فإذا أردت أن تكون أخلاقك مثل أخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي عليك أن تحفظ القرآن لأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حفظ القرآن وأن تتأثر بما تقرأ وأن تسمع مستجيبا لنداء الحق تبارك وتعالى الذي قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يعني اليوم هناك فجوة كبيرة بيننا وبين القرآن السبب أن كثير من الناس يعتقد أن العلم لا يؤخذ إلا من الكتب أو من الصدور الرجال أو من المشايخ أو من قاعدة شبه صحيحة ليست صحيحة مئة بالمئة هناك استثناءات أيها الأحبة يعني هناك شيء اسمه العلم اللدني أن الله يعلمك الله هو الذي يعلمك طيب ما دليلي على ذلك الله تعالى قال لي ولك واتقوا الله ويعلمكم الله معادلة بسيطة تحتاج إلى شيء من التقوى وشيء من الإخلاص وانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يعطيك معاني جديدة دون أن تقرأ أي كتاب فقط ببركة القرآن لذلك أنا أقول أيها الأحبة وهذه تجربتي يعني على فكرة أنا مكتبتي حاليا لا تحتوي إلا على القرآن كريم قد يظن للقارئ أنني أجلس وأقرأ مئات كتب أنا لدي القرآن فقط فقط القرآن لا أقرأ إلا القرآن والأبحاث العلمية وعندما أحتاج لتفسير معين من الإنترنت تفسير آية أو تفسير كلمة فقط فهذه الأبحاث التي نطلقها والمعلومات التي منى الله بها علينا كلها ببركة القرآن أيها الأحبة القرآن ليس شيئا سهلا شيء عظيم جدا هذا القرآن صدقوني يعني لذلك أنت طالما تضع بينك وبين القرآن هذا الحاجز أنه يجب أن تلتزم بحلقة لتحفيظ القرآن يجب أن تلتزم بمواعد يجب 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 تضع مئة يجب أمامك أغلقت الأبواب وبالنتيجة لا تفعل شيئا لذلك نجد حلقات تحفيظ القرآن كم واحد فيها عشرة عشرين خمسة سبعة أعداد لا تساوي شيئا أمام عدد سكان بلد مثلا بينما الطريقة التي أدلكم عليها كل إنسان يستطيع وهو في بيته وهو على فراش نومه أن يمارس حفظ القرآن وتدبر القرآن وأن يطلب من الله عز وجل العلم اللدني أن يطلب أن يسأل الله عز وجل أن يعلمه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم لذلك أيها الأحبة أتوقف عند هذا الحد في اللقاء القادم سنأخذ تجربة عملية لحفظ صفحتين من القرآن من سورة البقرة بطريقة الاستماع وتجزيء الآيات إلى مواضيع ثم ربط هذه المواضيع ببعضها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من حفظة كتابه العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق